كابتن أحمد خليني أرجع لك ومنتكلم يمكن عن كلام كابتن عماد الدين محمود المدير الفني لسيدات سلة هليوبلس اتكلمنا على أن على الرغم من هما ممكن يكونوا مكتفيين بأن هما يبقوا مركز ثالث ولكن أكيد الأداء كان مهم ويمكن كنا محتاجين نشوف أداء الكورتر الثالث والرابع في جيم 1 والشوت الأول من جيم 2 كمان أكيد طبعا يعني الجيم لما الشوت الثالث بدأ زي ما اتكلمنا في الهفتايم أن الأداء لو تحسن الجيم كله يتحسن فطبعا هليوبلس بدأ الكورتر الثالث يعني شفنا كابتن عماد في الهفتايم بيتكلم مع العيبة بتاعته أن لازم يبقى أكيد الأداء أحسن والشكل أحسن نزلوا هليوبلس أداءهم كان مختلف شوية في شوت الثالث طلعوا علينا 11 zero run يعني احنا ما مسجلناش في أول حوالي 5 دقائق هم مسجلوا 11 point بعد كده احنا رجعنا تاني بتدي نسجل واحدة واحدة ما فيه الشك طبعا أن ماتش سيمي فاينال في دوري السوبر لازم يبقى أكيد أقوى من كده أقوى من كده طبعا ويعني ممكن دي حاجة ممكن لاتحاد المصري الكورتر السلة طبعا عندنا ناس قامات كبيرة طبعا في الاتحاد تقدر أكيد تشوف إيه الحل الحاجة زي كده مثلا حال ممكن يبقى فيه ماتش ثالث ورابع يلعبوا مع بعض بحيث مثلا المركز الثالث لما بيكسبوه مثلا تقدر يوصلك لبطولة عربية أو بطولة أفريقية أو بطولة أنت تشاركها مثلا فأكيد ده هيبقى حافز للفرق أكتر أن هي تحاول تعمل أداء أقوى من كده في السيمي فاينال فأكيد فيه أكتر من طريقة طبعا وأعتقد أن فيه ناس كتير طلبت بالذات في الثالث ورابع أن يبقى فيه ماتش ما ناعتمدش بس على الترتيب الدول التمهيدي للدور فأعتقد إن شاء الله القادم أفضل وأول حاجة والأهم من كل ده نحن طبعا بإمبارك لفرقتنا أن نحن وصلنا بالضبط وصلنا للفاينال ونبدأ نبتدي من دلوقتي نستعد الماتش سبورتينج إحنا وخلاص قدامنا تقريبا حوالي 14 يوم سيريس طويلة مع سبورتينج ما بتخلص على طول لا طبعا توقعتك إنه يبقى ماتشات قوية زي ما شوفنا في الكيس أكيد أكيد في رت سبورتينج السنادي تبعيز تخب السقر طبعا السنادي لا كمان سبورتينج دعم فرقته كويس قوي عنده سكواد كويس قوي برضو أغلبه لعيبة منتخب مصر وفي لعيبة كانت في النادي الأهلي انتخلت لسبورتينج فزودوهم قوة ماتش مش يعني ماتش هيبقى في الملعب نتمنى طبعا التوفيق وإننا نحافظ على اللقب بتاعنا